في حاجة عارف هقولها لك على مضض عشان مش من عوايدي بس هقولها وامري لله انا كريم انا كشخص يعني عندي مشكلة مع الحكام الافريقى اللي هما مش العرب يعني مش العرب الافريقى الحكام الافريقى الاخرين عندي مشكلة معاهم مشكلة في المهارات والامكانيات مشكلة في الشخصية النهاردة حكم المبراء ومش هحللك الحالات التحكمية عشان ليا رأي فيها بس مش هقوله إلا ما يخش معنا خبرنا التحكم الكبير كابتن جهاد جريشا هو اللي يقول بنفسه هو المتخصص بس انا واقف عند حاجة شخصية في الحاكم النهاردة وانت بتعصب ليه من اول ثانية حاكم اجريسف جدا وعصبي جدا دون داعي انا اقعب افرج على المباراة بيوترني انا انا وانا وورا الشاشة ما بالك انت اللعيبة في الملعب طول الوقت عصبية طول الوقت يتنرفز ما طبيع على فكرة في العالم كله اللاعب بيكلم الحاكم مش يتجاوز ضده مرفوض طبعا بس اللاعب بيكلم الحاكم دي مش فاول دي مش عارف ايه حاجات بسيطة اي حاجة يقف ويتعصب ويسرخ ويزعى ليه 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 حكام في افريقيا ما يزالوا بهذه الطباعة وهذه الشخصية ومش يخلمك على الاخطاء الفنية او الاخطاء اللي ممكن تكون اثرت على انتكت المباراة النهاردة عشان لما كابتن جهادي يخش هو اللي يقول لو هو عنده رأي في هذا الامر يتطفق مع رأي اللي انا مش هقوله لما كابتن جهادي يتكلم بس غصب يقوي اوي ده يا اخي ايه ده اي حد يروح يكلمه زعيق زعيق وين ده ده فيه لقطة لمحمد هاني في شوط الاول عشان محمد هاني واقف بعيد عنه اربع اربع ايرضات مثلا عمالي شاوله لازم تجيلي هنا لازم تجيلي هنا فيش حد بيعمل كده يعني هو انت مش مش بتعذبهم يعني انت مش جايبهم تعذبهم وشغالين عندك بالراحة حاجات ده اوي يعني النهاردة ده اكتر حاجة ده ايتني طبعا انت بتفكر في ضربة الجزاء وبتفكر في الكرة جول ولا مش جول كل ده كابت الجادة هيكلم عنه بعد شوية بس انا واقف عند الشخصية ده ازاي لحد الوقت وحنا في 2023 حكامنا الافارقة مش مؤهلين حتى شخصيا انه يتعاملوا في الملعب حاجة في منتهى السوق بصراحة احقاقا للحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة